ولا تجمع بينهم سوى ثلاثة أشياء جواز السفر وهموم الصحة وكوابيس الضرائب تتميز الساحة الأمريكية بأنها ملتقى العجائب والغرائب من كل نوع ذلك لأن أهلها نتاج التقاء مئات الثقافات واللغات والعقائد والمذاهب ولا تجمع بينهم سوى ثلاثة أشياء جواز السفر وهموم الصحة وكوابيس الضرائب أما السياسة الخارجية وهمومها وأخبارها فتأتي بعد ذلك وقد لا تأتي وهذا خلاف ما يحدث في بلادنا العربية حيث تسكن السياسة مع المواطن سياسيا كان أو غير سياسي في منزله وتشاركه غرفة نومه ويعتقد كثيرون من العرب ومن العراقيين بشكل خاص بأن الشعب الأمريكي شعب واحد وأن السياسة تأخذ من حياته نفس القدر الذي تأخذه من حياتهم وبأنه مثلهم يبادلهم كراهية بكراهية وعداء بعداء ويعيش أيامه ولياليه يترصد مواقفهم ويتسقط تهديداتهم يوما بيوم ودقيقة بدقيقة ويقضي عمره منشغلا ومنهمكا في تدبير الخطط للانتقام وأخذ التار صدقوني إذا قلت لكم إن المقيم بين الأمريكيين والمشترك معهم في جواز السفر وهم الصحة وكوابيس الضرائب لا يجد إلا قليلين جدا منهم يتعقبون سياسات حكوماتهم ومشاكلها ويهمهم أن يعرفوا أقبارها وتطوراتها بالتفصيل الممل وتأسيسا على ذلك تصبح الفضائيات والمساجد والحسينيات في إيران وبعض عواصمنا العربية التي تهدد ليلا ونهارا بقرب تدمير أمريكا وجعل بيتها الأبيض حسينية تقام فيها مراسم عشراء طنين ذباب يصل أحيانا قليلة إلى سمع بعض الأمريكيين ولا يصل إلي كلهم أكثر الأحيان موسيقى